فسخ البوسني وحيد حالي لوزيتش عقده بشكل رسمي مع المنتخب الياباني وهذا بعد ثلاث مواسم قذها معه منذ مغادرته تدريب المنتخب الجزائري واستنادا إلى ما كشفته صحيفة فرانس فوتبول فإن الاتحادية اليابانية قررت فك الارتباط مع حالي لوزيتش لعدم اقتناعها بالنتائج الأخيرة للمنتخب وإبعاده لعدد من كوادر المنتخب المقبل على المشاركة في مونديال روسيا الذي سيكون فيه البوسني غائبا عنه وهو ذات السيناريو الذي حدث معه مع منتخب كوديبوار قبل مونديال 2010 ويبقى حالي لوزيتش مطلبا جماهيريا جزائريا للعودة لتدريب المنتخب الوطني